بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم عبدالرحمن السلمان من قناة دحوم دي سفن اليوم راح اشرح لكم طريقة تسريع مقاطع اليوتيوب طبعا بواسطة هذا البرنامج الجميل طبعا هذا البرنامج سويت له سيرش في جوجل لقيت ناس واجد يمدحونه يقولون انه برنامج جميل ويسريع مقاطع اليوتيوب جربت هذا البرنامج لقيت نوعا ما فعلا يسريع مقاطع اليوتيوب قرأت وشفت كثير عن هذا البرنامج طبعا دخلت على موقع الشركة طلع لي ليش ما يشغلي انا كنت متفاعل بالبرنامج انه يشغلي HD لكن اتفاجأت بانه يشغلي فقط ال HQ والنورمل طبعا شفت بس قالوا انه بس يسريع مقاطع اليوتيوب لكن دخلت على موقع الشركة وشفت هو الشي اللي الفيديوهات او الأماكن اللي تتحط فيها الفيديوهات اللي هي يسريعها فلقيت والله انه جميل يعني يشغل يعني ممكن يسريع لك الفيديوهات اللي في اليوتيوب الياهو في الفيسبوك في مواقع كثيرة يسريع يعني في cnn.com يشغل لك يعني عشاء كثيرة يعني والله عشاء اول مرة اشوفها يعني يعني عشاء جدا جميلة هذا اللي شفته في موقع الشركة طبعا ليش ما يشغل HD لقيت ان السالفة سالفة دراهم الشركة يقول ادفع فلوس عشان نقدر نشغلك او نسريع لك مقاطع HD اه سويت لتجربة بحثت او جربتها بيعني مقاطع اليوتيوب قمت اشغلها باعلى دقة في الهوكيو طبعا هذا هو الهو طبعا اذا تبغى سنة ب 24.95 دولار اذا تبغى معهم برنامج التحميل حقهم اه طبعا هذا برنامج يسريع التحميل جربته يعني اه لكن لقيت الافضل منه وهذا البرنامج يسريع المقاطع اه كل هذا بتسعة وعشرين دولار اه تسعة وعشرين فاصل خمسة وتسعين دولار اه طبعا في السنة طبعا اللي حاب يدفع اللي حيما ما حاب يدفع يصير شغال على الهوكيو طبعا دقة الهوكيو يعني في ناس يعني يعطيك نصيحة وهي اصلا ما هي نصيحة يعني او ما ادي هو شبه بالضبط بنصيحتها هذه يعني عندكم مثلا هذا المقطع مقطع من مقاطع اه انا قمت ووسويت عليه تجربة طبعا انا مشغلة اه دقة النورمل اللي هي 240 بيكسل هذه الدقة أخيص دقة في اليوتيوب يعني شوفوا كيف الصورة تعبانة فهمتم كيف دقة هذه النورمال دقة الـ HQ هي تتلخص في هذه الدقتين أما 360 بيكسل أو 480 بيكسل طبعا الـ HD قلنا لكم بفلوس لكن هذه الدقتين اللي هي الـ HQ طبعا أنا عندي النت سرعته 2 ميجا في الثانية النت تقريبا شغلي دقة 360 بدون أي مشاكل شغلها يعني ممكن تعلق لكن مستحيل أنها تعلق في مقابل يعني نادرا إلا إذا صار فيه ضغط على الشبكة طبعا يوم شو حملت البرنامج أنا الآن صرت ما أشوف إلا بـ 480 يعني البرنامج يعني شوفوا أنا حطيت 480 وشوفوا الآن التحميل المؤقت شوف كيف أمحمل لي يعني وماشي يعني ما هو واقف ماشي يعني تقريبا أبو 10 دقائق بيخلص لي التحميل في 5 دقائق وانتهى الموضوع جربت في ناس يعني ما هم موافقين عليه يقولون برنامج سيئ في ناس يقولون هذا لكن هو الكلام وملخص الكلام على سرعة الانترنت عندك سرعة الانترنت عندك مثلا 512 كيلو بايت في الثانية والله لا تقول أنا ما اشتغل معي البرنامج بدقة 480 لأن النت عندك ما يساعد إذا ساعد النت فهذه يعني أو إذا ساعد البرنامج هذا ميزة أصبحت في البرنامج لكن أنا أتكلم عنه لسرعته يعني متواضعة كسرعة الانترنت عندي شغل الـ HQ أعلى دقة في الـ HQ ما أدي جربوا البرنامج أحبيت أشارككم فيه هذا كل شي لا تنسون سبسكرايب لايك وفولوا على تويتر ولا تنسون تشرون المقطع وفي أمان الله